وهجاوب بقى على سؤال كنت اتسألته على الجلنة على صفحة صفرة وعايزة اجاوب عليه بصراحة كنتش عايزة اجاوب عليه في الرسالة عايزة اجاوب عليه معيكو هنا عشان كلنا نستفيد السؤال كان انه انا ابني بيروح الجيم كل يوم خلاص حلو دي مش مهنته ده هواية او رياضة بيستمتع بيها في يومه تمام شاطر هيل طالب مشكلات الست بقى انه طالب منها كم مهول من صدور الفراخ والسمك السالمن والبيض في اليوم وكمان بيفكر انه ياخد مكملات غذائية اللي هي البروتين وما يعني البروتين شيكس والباودرز والحاجات دي بص بناء العضلات حاجة حلوة جدا ومهمة جدا ولكن كل حاجة باعتدال حلوة يعني حلوة ان انا هاعد اتكلم مع ابني اقول له انه انا مصروف البيت او ميزانياتي مش هتسمح لي بكم البروتين اللي انت طالبه ده البروتين مهم ولكن الزيادة منه ممكن تضر فخلوا بالكو لو انتوا لقيتوا ولادكو بياخدوا كميات مبالغ فيها حتى من البروتين الحيواني اللي هو الفراخ والسمك واللحمة وحتى لو احنا نقدر ندفع فلوسهم ولو احنا نقدر نطبخ كل الوجبات اللي طالبينها ولكن مهم لو حسينا الكمية زادت عن اللزوم نقول له نروح نتابع مع دكتور ويتطمن على تحليل الكبد والكلة الموضوع مش بس ميزانية ولكن الجزء اللي تسأل عليه هو الميزانية فكاد بتسأل هل تفرق صدور من وراك هتلاقي مدرب الجيم بيقول له لازم صدور ولكن انا هجي هنا اقول لكم لو الصدور اغلى فعايزي مش اخر الدنيا لو استخدمنا وراك نسبة البروتين فيها اقل حاجة بسيطة نسبة الدهون فيها اعلى حاجة بسيطة ولكن بما ان دي مش مهنة فتمام دي مش يعني هو مش بيروح الجيم عشان يطلع يشتغل شغلنا ليها علاقة بالجيم دي هواية فيعني ما تحبكوهاش قوي علشان ايه ماما اساسا بتبقى تعبانة وقفة تطبخ وعملة تصبط ميزانية البيت فمنجيش ايه نزود عليها فكرة انه عندي متطلبات معينة عشان اروح الجيم كل يوم عشان احنا ممكن نروح الجيم كل يوم من غير الاكل المبالغ فيه انا هنا استخدمت صدور الفريخ بس لانها كانت موجودة عندي لكن انتو في البيت عايزين تتعملوا راك عايزين تتعملوا شاورمة الفريخ اللي في ليه اي قطعينة فريخ هتبقى هيلة في الوصفة دي وجب اني اقول انه المبالغة في اننا ناخد بروتينات طبيعية او مصنعة كمكملات غذائية لازم تحت شراف طبيب ماينفعش حد في الجيم يقول لنا انت لازم تاكل كيلو فريخ في اليوم انت لازم تاكل نصف كيلو وش عارف ايه الحاجات دي كلها بتخرج من اجهزة جسمنا اللي هي الكلا والكب ومهم ان احنا نتابع التحاليل عشان ما نجيش في يوم يبقى هدفنا كان يبقى يطلع لنا عضلتين ويبقى شكلنا مبالغ فيه لذيذ من وجهة نظرنا ونلاقي ان احنا ضرينا جسمنا بصورة تانية ونحن مش وغدين بل انا هطلع فورة